هذا هو هذه المنطقة الزاوية العسكرية القوات المسلحة العربية الليبية القيادة العامة للانسحابات صفعة أخرى يتلقاها حفتر ضمن عمليات عصفة السلام التي أطلقها الجيش ردا على استهداف المدنيين اليوم الساحل الغربي بكامله تحت سيطرة الجيش وحكومة الوفاق العمليات العسكرية انطلقت من ثلاثة محاور الساحل جزيرة الخويلدي الرقوبة الذي شهد أعنف الاشتباكات ليعلن بعد سقوط مقر المباحث الجنائية تحرير مدينة سرمان وبالكامل ما انحررت المدينة حتى انطلقت الاشتباكات نحو ضواحي صبرات الشرقية ليستمر تقدم قوات بركان الغضب وانحسار ميليشيات حفتر لتعود صبرات أيضا لحضن الشرعية وذلك بعد دحر من جعلها مرتعا لمرتزقة حفتر وكذا دعميها الله أكبر الله أكبر الله الحمد الجيش لم يتوقف عند ذلك فقط بل أخذ بالتقدم صوب مدينة العجلات ليعزز بها مواقعه ويجعل العدو في مرمى النيران دون توقف حتى بلوغها مدينة ريكدالين أيضا تجهيزات تهديدات مدرعات مسيرات إماراتية وذخائر مصرية أضحت هباء منثورة سقطت أمام ضربات الجيش قتل وأسرة منهم من لم يبلغ من العمر عشرين ربيعة تركتهم قيادتهم يلقون مصيرهم لوحدهم مدرعات الإمارات اليوم أضحت غنائمة لجنود البركان سلاح الجو كان له دور مفصلي بالمعركة حيث بدأ مع ساعة الفجر الأولى بدك معاقل ميليشيات حفتر في سرمان وصبراتة كما استهدف بشكل مباشر غرفة العمليات الرئيسة وما إن بزغ ضوء النهار حتى كانت ساعة الصفر المحددة التي تنادى لها الرجال